لكم من مصر بقى من جوة مصر الدراسات بتقول ايه الارقام الصادرة من المركز القومي للبحوث قالت انه 61% من رجالة شايفين ان المرأة مكانها الطبيعي البيت 61% لا ده انت لسه اللي جاي مخافية كان اعظم 52% شايفين ان الدور الاساسي للست في المجتمع هو الزواج والانجاب ملهاش دورتين او الدور الاساسي 78% شايفين ان الراجل احق بفرصة العمل من الست من حيث المبدأ بصرف النظر عن اي اعتبارات زي الكفاءة والجدارة يعني مش مهم هي اكفأ هي اقدر هي اي حاجة هي متعلمة اكتر لكن هو شايف 78% من رجالة شايفين ان هم اقدر بالحق ده 50% شايفين ان الشغل بالنسبة لست مسألة ثانوية مش مسألة اساسية 37% شايفوا ان عمل المرأة بالضرورة لازم يكون على حساب بيتها واسرتها يعني فيه احكام مسبقة ان الست النهاردة اللي بتشتغل الست دي شغلها ده مش اساسي شيء ثانوي دورها الاساسي الزوج والولاد قلنا غالبا 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 يعني او يعني تلت الستات اللي بيشتغلوا هيأثروا اكيد في بيتهم وولادهم من جزء ما تقوليش انك مصدوم لا انا هقولك اكيدش مصدوم لانه انت من غير الارقام دي النظر انت عارف بمجرد النظر بمجرد كده ملحظة العادية حواليك من معارف وجيران واصدقاء ده ده انت بتلاحظه يعني بتلاحظ انه انه يعني هو هو بيشغلها علشان تحل عن دماغه او عشان زنت عليه او عشان هو متجوزها اصلا بتشتغل او عشان تسنت شوايا في البيت لكن هل الشغل ده هو مقدره وبيدعمه ووقف ضهرها وشايف انه هي بتتحقق من جواها وكل القيم الكبيرة دي اللي بتحيط قيمة العمل بالنسبة له لا مش موجودة طبعا بص انا مش هشكك خالص في اللي انتوا بتقولوه لانه ده حقيقة